ايه معايير الاتحاد الافريقي في استبعاد محمد ابو جبل اللي احنا عادنا نتكلم عليه تقريبا نص الوقت ان هو والعالم كله بيتكلم عن تقلقه ان هو لا يتواجد في الفريق المثالي لأفضل ده ولا الاحتياطي ولا الاحتياطي اه ونعنا اللي حاسي كبير طب فين المعايير لا معاييري بيوجد في بعض المجاملات مندي حارس عظيم وهو حارس كبير انما في البطولة هل تم اختباره ووضعه في الضغوط اللي اتحاط فيها محمد ابو جبل وساعد فريقه زي محمد ابو جبل لتساعد منتخب مصر طب اقول لك حاجة منتصر صراحة يعني قول لك حاجة منتصر صراحة اما تيجي تبص الفريق اللي اختاروه فهم حطين في الهجوم مثلا في زينتي ابو بكر وحاجة حاجة بس مهمة في زينتي ابو بكر تمن اهدافه ده رقم قياسي رقم حسام حسن ومكارسي في 98 كان سبع اهداف سبع اهداف بس فيه فرق البطولة دي سبع مباراة والبطولة اللي فاتت ست مباراة يعني هو عندهم وهو على الفكرة جب في المباراة السبعة هدفين هدفين اللي هي مباراة التلات والرابع وابل مباراة بركين اه هدفين هيه كان ستة اه كان في الداياسة 70 وابل مباراة الين جايات يوجد دربتين جايات بالزبط انا بقولك ان هو لعب مباراة زيادة عن كل الارقام القديمة احنا بس ب demanderحد في المهيين أنا بكلم عن محمد صلاح بقى محمد صلاح اتحط في فريق إحقاقها للحق ما تيجي تفرج على البطولة ممكن محمد ما يتحطش يعني هو اسم كبير ما كانش الأفضل من اللعيبة اللي تقسم يعني مثلا فيه سحيلة صار اللعب مبارح هو ما لعبش أساسي طول الوقت فيه لعيبة يعني تقلقت بصورة لفتاة بس تبقى الأسماء الكبرى والأسماء الرنانة والأسماء العالمية زي مانيه زي صلاح إدوارد مندي يبقى أنت حالة اللغس خلاص يبقى هو يروح لأسماء بغض النظر عن أداء في البطولة بقى شكل وحش لو ما تحطش في